موسيقى الدستور جلساته مستمرة والجدل الدائر بخصوصه مستمر ولكن يبدو أن هذا الجدل سيحسم خلال أسابيع قليلة للغاية لأن دكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية مبارح كان في أحد المؤتمرات الاقتصادية الكبيرة ومؤتمر يورو ماني وقال خلال هذا المؤتمر أنه من المتوقع الانتهاء من الدستور في الأيام الأولى من شهر ديسمبر المقبل يعني خلال أسبوعين تقريبا من دلوقتي وهناك إجراءات للتصويت على الدستور تجري في نهاية شهر ديسمبر أو في مطلع العام المقبل يعني إحنا قدامنا من دلوقتي تقريبا شهر ونص أو شهرين على الأكثر علشان يتوجه الناخبين المصريين إلى مراكز الاقتراع ويقولوا رأيهم في دستور 2013 اللي قاله دكتور مصطفى حجازي مهم للغاية لأنه قال أن كل المؤسسات المصرية مهتمة للغاية بأن هي تنتهي من خارطة الطريق بشكل سليم قانونيا بشكل سريع للغاية التصويت على الدستور يأتي بعده الانتخابات التشريعية وفي الصيف المقبل يكون هناك انتخابات رئاسية إذن من المتوقع لمصر أن يكون بها رئيس منتخب في الصيف المقبل زي ما قال مستشار رئيس الجمهوري هو أضاف كمان وقال في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام أن الخمس سنوات المقبلة هي ليست مرحلة عادية ولكنها مرحلة أساسية يجب فيها اتخاذ خطوات سريعة وجدة لتطوير كافة المؤسسات أنا عايز أفكر حضراتكم بس بحاجة أن احنا دايما قبل المحافل الانتخابي أو قبل الممكن الدستور انتخابات التشريعية الانتخابات الرئاسية بيكون في هناك إسراع من مؤسسات الدولة من جانب علشان توعي الناخبين بحقهم في التصويت وبمراكز الاقتراع وبعملية التصويت مين اللي هيخش الجداول ومين اللي مش هيقدر يخش الجداول ولكن هناك فرصة احنا عارفين من دلوقتي أن الاستفتاء هيكون بعد شهرين وبالتالي كل المؤسسات وكل الجماعات الأهلية تقدر تستعد من دلوقتي علشان لا يداهمها الوقت وتقدم تجربة انتخابية جيدة للناخب المصري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة